ما هي مشكلتنا مشكلتنا كعرب ومسلمين ومن سكان هذه المنطقة من العالم أننا نرفض أي محاولة لنقد الدين والإسلام تحديدا باعتباره الدين المهيم على أبناء وشعوب هذه المنطقة وسؤالي الذي لا يجب الذي لا نستطيع التخلي عنه وهو كيف نتغير إذن إذا كنا نرفض أي محاولة لنقد الدين والإسلام ومحاولة لقراءة ما نحن فيه وواقعنا كيف نتغير هذا السؤال مهم جدا سيكون محور حديثي ونقاشي في هذه الحلقة وأتمنى مشاركة الأصدقاء جميعا فيه وربما أجري حلقة أونلاين بعد ذلك أو لايف لمناقشة هذا الموضوع أنا أعتبر الموضوع حيوي جدا ويجب أن لا نكف عن مناقشته السلام معكم معكم منصور الناصر وحلقة جديدة من أوهام الدين في هذه الحلقة سأحاول أن ألقي ضوءا على مسألة مهمة جدا وهي أننا تعوب تعلمت على رفض أي محاولة لنقد الدين وأتبار مسألة الدين هي مسألة خارج نطاق التفكير وخارج نطاق النقاش والإسلام كذلك نحن نستطيع أن نناقش تفاصيل كثيرة ما تعلق بإسلام لكننا لا نعود إلى الأصول التي قامت عليها ثقافتنا وتأسس من خلالها وجودنا وهذا يدعونا للتساول إننا إذا لم نفعل هذا الشيء وإذا لم نستعيد هذه الأصول ونحاكمها بطريقة موضوعية وعقلانية ونقدية صارمة كيف سنتجاوز الماضي ونتقدم في آفاق المستقبل هذا الأمر مهم جدا بل حيوي بل أنه مصيري لشعوبنا والوقاعة كلها تؤكد أننا من سيء إلى أسوأ بسبب رفضنا هذا المستمر هناك طبعا هذا السؤال أنا سألته في صفحتي على الفيسبوك ويعني تقبلت أو تلقيت العديد من الأجوبة واحدة من هذه الأجوبة المهمة أو اللافتة والتي تتكرر بشكل عام وسيناقش هذا الموضوع لاحقا عن دوافع هذا التبرير وواحد منهم من الأصدقاء أو الزوار الصفحتي على الفيسبوك قال الدين كامل ولا يوجد فيه أي نقص أو خلل إنما الخلل هو في البشر أو بالبشر فقط فهذا الجواب هو منتشر جدا وجاهز طبعا لكن لدي الجواب الذي يلجم كل من يتحجج بهذه الحجة وتجبره على أن يتقدم بحجة أخرى أكثر نفعا فهو حين يقول حين تقول له أن تدافع عن الدين مثلا بهذه الطريقة صحيح واضح أنه لا تريد أن تفكر في هذه المنطقة وتدافع عن الدين وأصوله بشكل كامل وليس عن رجال الدين أنا عندما أتحدث أقول الدين ولا أقول رجال الدين وهذا من الأجوبة وهذا من الاعتراضات عليه بعد ذلك قال إنه تقصد رجال الدين أما الدين لا يقول له أقصد الدين تحديدا كما هو الدين أو العقيدة التي يؤمن بها الناس بأصولها وكل وعقيدتها وأحكامها ولصوصها المقدسة والثانوية وصحابتها بالكامل يعني هو التراث الديني بأكمله المقدس تحديدا هذا الأصول كامل هذا اللي يعني ولا يعني رجال الدين ولا يعني أن هؤلاء مارقون وغير مارقون فبالتالي جواب من هذا النوع إذا ما يقول لك شخص إنه أنت الآن اللعلى ليست في الدين إنما اللعلى في رجال الدين أو المستفرين من الدين ومن يستغل الدين لمصالحه بالحقيقة هو الدين موجود حتى الناس يستغل له يعني يعني هو الدين هو أصلا فكرة الاستغلاح هي ليس دائما الفكرة سيئة الدين موجود لكي يدير شعور الناس وهذه عملية يعني يعني حالة من حالات الاستغلال بضرورة لكن جواب الحاسم على سؤال من هذا النوع من يقول لك إنه الدين ما بينقص وأي خلل إلا أنا أقول لا أذن معناتها أنت تطعن في الدين لأنه لأنه عندما تقول أن الخلل في البشر فمعناتها أن هذا الدين ما جدواه يعني يعني عندما تقول هذا العلاج لمشاكل البشر وهذا الدين وهذا الدين كامل مكمل لكن مع هذا هو مخصص يعني مفروض مخصص البشر وليس للحمير وليس للخيول فبالتالي عندما يفشل هذا الدين في أن يحفظ أمان الناس يحفظ حقوقهم عندما يفشل في أن لا يشعل الانقسامات بين الناس أن لا يعيش الناس دائما في حالة ظلم ونعدام للمساواة فبالتالي إذن هذا الدين يبدو يعني إذا كان هذا كلام صحيح أن الخلل في البشر وليس بالدين فمعناته هذا الدين ليس مخصصا للبشر ربما مخصص للحمير أو أبارة أكثر تأذيبا للبط مثلا أو للطيور أو للخيول فممكن في هذه الحالة فبالتالي في جميع الحالات هذا الدين لا ينفعنا لأنه غير مخصص لنا لأنه لم يحول أو لم يتعامل مع البشر بمواصفاتهم هذه المواصفاتهم إذا كان هناك خلف البشر فعلى الدين أن يعالجه وإلا لماذا جعل يعني أنا واحد يقول لك أنا طبيب أعالج أمراضك بأكملها وعدما أشفي قدم لك العلاج وأقدم لك وسائل الوقاية والرعاية ويجب أن تقوم بكذا وكذا وتتناول الدواء بوقت كذا وتأكل كذا ولا تأكل كذا هذا هو الدين هذا ما تعالي من الدين فبالنتيجة بعد ذلك يجب أن أشفى يجب أن أطلب عندما أطبق كل هذه الأشياء يجب أن أشفى عندما لا أستطيع تطبيق هذه الأشياء فبالتالي هذا الطبيب يطالبني بأشياء لا أستطيع أن أفعلها فإذا بهذا الطبيب غير ناجح يقدم لعلاجات غير ممكنة وغير واقعية بالتالي الدين هو الموجود الموروث دين غير واقعي بالدليل أنه ما زال مئات السنين فاشلا في جميع التطبيقات فاشلا يعني المجتمعاتنا فاشلة الأمر لا يحتاج إلى يعني عبقرية حتى ندرك هذه المسألة طبعا وهذا من الردود الأخرى واحد يقول لي يقول لك مثلا يا أخي منصور يعني شلون يعني شلون تنتقد الإسلام يعني مثلا شي سوي يعني يعني نبدل القرآن مثلا أو نطلع نبي موديل 2024 أنا قتلة هذا الكلام لا يعني أن أننا يجب أن نبدل القرآن أو نبدل الدين وما لذلك لا يعني أن أنا أقول أن نتخلى عن الدين أنا أعتبر دائما الدين حاجة أساسية للناس وفقا لتعريفه أنه هو النظام أو منظومة منظومة يعني منظومة أو نمط الألاقات والأعراف والتقاليل التي تجمع مجموعة من الناس أو جماعة من الناس وهذا المواصفات مواصفات هذا الدين لا تنطبق على واقع المعاصر لأن الواقع المعاصر لا يمكن أن تنفرد به جماعة من الجماعات لوحد وتنعزل عن الآخرين وتعتبر نفسها هي الفرقة الناجية أو الشعب الله المختار أو خير أمة وما إلى ذلك هذه كل شعوب العالم كانت تعتبر نفسها خير أمة مثل حتى الصينيين مثلا عندما تروح اليوم يقلك أنه الوحدنا والباقي كل عالم هذا مجرد برابرة حتى الملك المبراطور سينة تذكر بالقرن السادس عشر عندما زار وفد من بريطانيا تجار بريطانيين قالوا نحن لدينا خدمة قالوا اذهبوا أنا لا نهتت مبتكراتكم ولا أشياء كل مبتكراتكم موجودة عندنا واذهبوا أنتم برابرة ولا نريد التعامل معكم ماذا ذلك فعلا هما طلعوا برابرة وأجبر وصلين بعد خمسين عاما على التعاون معهم بعد أن أفسدوا الشعب الصيني بحرب الإفيون وعلموهم على الإفيون وما لذا لكانت تجارس الإجراء من فبالتالي كل الشعوب العالم ترى نفسها هي الأذكى وهي الأعظم وكل الآخرين هما برابرة ومجرد مجرمين وقتلة وفي أفضل حوال مجرد جهلة كما يعني المسلم الآن المتدين أو حتى المسلم العادي يعني هو بالثقافة اليومية تعلم وتطبع على أنه هو هو الأعلى من الآخرين وهناك نوع من الأنفة والإحساس بالتعالي على الآخرين وأن الآخرين هما منحلين أو فاسدين أو لا أخلاقيين وهاي مسألة يعني طبيعية بكل المجتمعات أنت المجتمع لا بد أن تشعر لديك يكون هذا الشعور بالأهمية الشعور بأنك أفضل من الآخرين وأن إمكاناتك والمجتمع الذي تعيش فيه أفضل فبالتالي هذا شعور مهم لكن يجب أن لا يتحول إلى شعور مرضي ويمنع رؤية الآخرين والاستفادة منه لأن إنسان أصلا يتطور عن طريق المحاكات يرى الآخر ماذا يفعل ويقلده ويتعلم يعني مبدأ التعلم هو مبدأ أساسي في الحياة أما عندما نقيد أو نضع أسوار بيننا وبين آخرين فبالتالي هذا وصفة جاهزة للموت وللاندثار والانهيار والفشل والجهل فبالتالي هذا أمر لا يصلح لأن يكون منهاج عمل ومنهاج عقيدة وفكر وإيمان داخل مجتمعاتنا المعاصرة أحنا أصبحنا مجتمعات رغم ألوفنا لا نستطيع أن نعود ونبقى جماعات على شكل عشار أو على شكل مذاهب وطوائف وأديان ولا نستطيع أن نخرج من حياض هذا الدين أو حضيرة الدين أو حضيرة المذهب أو حضيرة العقيدة فالدين حاصرنا بين أو الثقافة الدينية التي تتم تغذيتنا عليها يوميا عبر وسائل الإعلام عبر مؤسسات تمتلك المليارات مؤسسات إعلامية مؤسسات دينية جوامع منتشرة في كل مكان هذه كلها تغذي توجه الخطاب الديني الإخصائي في طبيعته الخطاب الذي يجعل المواطن أو لا يوجد لدينا مواطن المؤمن أو الفرد المسلم أو الشرق في هذه المناطق خاض كلية إلى هذا الخطاب الذي استوقه له هذه المؤسسات وفي الوقت نفس هذه المؤسسات تمنع عنه أي فرصة لأن يعبر حتى لو عرف فعلا عن آرائه وأفكاره ويعبر عن حريته كإنسان والتي لا يمكن أن نعتبره إنسانا مستقلا يمتلك ذات الحقيقية اللي لم يعبر عنها معنى أنه الكل يريدك أن تبقى خاضعا عبدا مطيعا وإلا فأنت ابن الذي والذين الخلاصة التي تقولها مثلا أنه مثلا هذه المفارقة عندما يقولك مثلا أن العلة في البشر وليس في الدين هذا المنطق الأعواج يعني متكرر ويتكرر في قوالب وأنساق كثيرة جدا لا حصل لها تقريبا وأنا أقول ممكن الباحثين أنه أعتقد قدما يراقبون أشكال المختلفة لهذا المنطق على صعيد الاجتماعي على صعيد تعليمي على صعيد التربوي على صعيد السياسي الاقتصادي العادات والتقاليد أعتقد سنجد يعني كماثلات لهذا المنطق و نسق مشابه مثلا ربما أقل أدي ببالي هسا بك نجاح أضار ببالي ما يحدث الآن في غزة مثلا على سبيل المثال هذا أيضا هو قالب ونسق يعني شبه يشبه هذا النسق نفسه أنه الألة ليست في الدين إنما بالبشر فنفس المنطق إنه دائما هذا المنطق هناك مناطق لا يجوز معصومة هاي المناطق معصومة الكل يعرفها الدين الإسلام الذي يقوم بفعل ضد العداء العداء مثلا هذا إسرائيل عدو الاستعمار أمريكا عدو وهذه قوالب وأصنام يجب دائما رجمها والطعن فيها فهذه الأصنام دائما نحن أوتوماتيكيا مجهزين عليها منذ الطفولة ضد هذه النماذج هذا لا يعني نحن النماذج هي فعلا يعني جيدة أو جعلناها سيئة لا أنا أقصد هذا توثين أو جعل هذه النماذج أو ثان يجب دائما رجمها وطعن فيها وعدم بالمقابل بالمقابل عدم التعرض لأوثان التي نؤمن بها بالحقيقة نحن لا نؤمن بآله موحدة أو إله موحد حقيقة نحن نأبد أوثان وثان كل شيء حولناها على صنم النص المقدس أصبح وثان حماس أصبحت وثان وهكذا كثير من التفاصيل في حياتنا أصبحت أوثان لا يجوز المس بها وإلا ستثير حماسة الإيراني أو العراقي أو السوري على أشكالهم المختلفة المصري فكل وعد أدى حماسية الخاصة به يبدو أنه ما اكتشفه ابن خلدون في زمن سابق قبل سبعة قرون أنه هناك عصبة وعصبية تجمع الجميع أنا أعتقد الآن أنه هناك ما يجمع بين الجميع هي أنا نسميها الحماسية هذه الحماسية يجري تغذيتها ونشرها بيننا جميعا بشكل مقصود من قبل رجال الدين المفارقة وأنه نفسها المفارقة أنه دما ترى مثلا وأن قادة حماس هو ثلاثة أو أربعة من قادة حماس هؤلاء اللي عايشين بشكل مرفع جدا كمعروف هذا وهذا ليس الموضوع إنما هؤلاء قرروا قرروا شن هجوم سبعة أكتوبر أو غزوة سبعة أكتوبر ممكن يستسميها هذا الهجوم دفع ثمنة كما نرى جميعا وكما نعرف هذه مسألة لا يمكن التعتيم عليها دفع ثمنة مليونين وربع مليون فلسطيني الآن كلهم في حالة هجرة في حالة يعني والأبواب موصدت تماما محاصرين من جميع الجهات ليس من قبل إسرائيل فقط بل من قبل كل العرب والذين يدعون أنهم متعاطفون معهم فإسرائيل ليست التي تحاصر أو تضرب وتقتل الفلسطينيين إنما هناك من يساهم معه من العرب على كل حال هذا ليس الموضوع أنه بالنتيجة اختفى من وجود أو سقط من الشهداء أنهم 21 ألف نصفهم من الأطفال عدى المفقودين الذين ما زالوا تحت الانقاض 200 ألف بناية دمرت ناس دمروا حالهم ومالهم راح وكانت بينما كانت قبل يوم 7 أكتوبر كانت مدينة تعج بالحيوية وكانت الناس مرتاحة نوعا ما يعني أفضل وكل يش أربيعامان فعندما تجي تتحدث مع أحد يقول لي تقول ما هذا ما هذا يسرح بوشك ويقول لك هذه جرائم الصحين ويعتبر أي نقد منك لحماس خيانة طورا كما قلت هناك أصمة دينية أو أصمة قطيعية لصحة التسمية لأن الدين هو القطيع حسب تعريف هاي الأصمة الدينية القطيعية لكل ما يتعلق بالدين والجماعة اللي نتحيز لها هاي اللي يجب يجب أن لا تمسهم يعني أنت أوكي تشوف ترى بعينك أن هؤلاء في حالة يرثى لها العالم بأكملة الآن مصدوم مما يجري الصحاينة الذين ردوا هذه رد العنيفة والعقاب الجماعي والتصفية الجماعية للفلسطينيين التي يجريها الإسرائيليون والصحاينة تحديدا هؤلاء 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 يعني يجب أن لا نلوم حماس وهذا القادة الذين قرروا قرارا دفع ثمنه الجميع بدون أن يأخذوا مشورتهم أو رأيهم كما فعل صدام أيضا عندما دخل للكويت عندما دخل إلى إيران دخل بليلة ظلمة طرح الصبي وأمر القوات تدخل إلى إيران وسنة 1980 أتذكر لحد هذا اللحظة يوم 22 أيلول واستمر ثمانية سنوات تخيل ثمانية سنوات كاملة انتهت يوم ثمانية ثمانية 1988 كل نحن كرت مراهق فوقتها من صارت الحرب ثمان سنوات الناس يعني أيست قالوا الحرب هي الحالة هي الحالة الطبيعية للحياة بحيث ما كل الناس كل الشباب على الجبهة الجبهة طولها 1200 كلمة تخيلوا الرقم فهذا قرار قرر صدام صرف لا أحد تدخل في قرار ربما مؤثرات لا على هذا الأمر نفس تكرر يوم 2 آب الذكر 1990 قدما في ليلة ظلمة أيضا قعدنا الصبح قالوا فتية أبرار دخلوا ودخلوا الكويت واهتلوها وانتهى الموضوع يعني ترى أنتوين عن كنت في وقتها يعني كنت يعني مقبول على تكملة الدكتورة رسالة الدكتورة في جينيف سويسرا كلها راح وطار راح كنت في أز شبابي في مبكر وقت مبكر عمر 23-24 سنة وانتهى كلها راح ولا راح وبعد ما صار حصار والناس ما تجو ولحد هذا اليوم مشاكل مشاكلنا جاء نتفح بسبب هذين اليومين الأسودين الأخبارين الذي استطال وأصبح يعني انتد من سنة 90 80 1980 هو يعني الذي الذي أقدم لاحقا سنة 2006 هو هاي الفترة كلها نحن دفعنا ثمنها حماس نفس الشيء الآن هاي الحروب الذي خاص صدام ضد الكويت وأمريكا وغيرها ما الذي جنينها منها يقول لك جرائم من أمريكان أوكي جرائم بس من الذي بدأ الحروب من الذي أشعل الفتيل هذا ننساه هو نفس السياق عندما يقول لك لا تلقد الدين ولا تلقد الإسلام يعني يعتبر الدين هو نازل من السماء بالحقيقة الدين لم ينازل من السماء ولا الإسلام الذي لدينا أو الذي ورثنا أو الشاعر الذي أمن بها الجميع هذا ما لا علاقة بالإسلام الحقيقي الذي يتأيشه الناس قديما ما لا علاقة بالدين ترى تأسيسه وتقعد على يد الرجال الدين بالقرن الخاصة بالعهد العباسي ويعني يتنظم هذا الدين وأصبح دين حقيقي بينما كان مجرد أفكار بسيطة في أيام الخلفاء الراشدين وإيام البقث النبو أفكار يعني الله وعبده وانتهى وهنا نصوص موجودة لكن لا أحد ينتبه بعد ذلك يجمعوها وقال حتى نحفظ هذا الدين بينما عندما تسأل عمر عن الدين لا يعرف إيش حتى وحده من الخطب ما أفتى بقضية معينة قال النساء يجب أن يفعل كذا وليس كذا فظهرت أمر قالت لماذا تقول هذا وهنا لك تقول كذا فقال هذا لاحظوا حتى أفتى من عمر فبالتالي هؤلاء كانت دين بسيط وكذا بعد ذلك صارت دولة وصارت أمبراطورية فات بحاجة لا تقعيد أيديولوجي لهذه الأمبراطورية وننجحوا بعد مائة مائتي سنة من تأسيس دين وبدأت الخلافات وهذا الدين نجح بالمران بالاستمرار مع يعني خلطت يعني صارت نوع من الفعل الاجتماعي من طبيعة المجتمع طبيعة المنطقة طبيعة الظروف المحيطة تشكل لدينا هذا الدين الذي نحن عليه الآن والآن مجبرون على إنساء له لأن الإنسان يشعر بأنه هذا شيء تعسس يعني أنت مثل واحد بنا بيت أو منطقة كاملة فاته ما تقدر تجد في يوم وليلة بالحقيقة الدين والعقيدة والتقاليد والعراف التي تجمع بين البشر هي أصعب بكثير من بناء بيت أو بناء منطقة أو مدينة أو بناء شيء على الأرض أنها تشكل عقل كامل أنت شكل يعني سوى برنامج كامل يعمل فيه هذا الدماغ البشري وهذا الدماغ لديه يمتلك لغة خاصة وهذه لغة هي عبارة عن أفخاخ تاريخية يعني كل كلمة قالها تاريخ كامل من الممارسات من الأفكار من الأنسات فكل شيء نحن نري ثمن الماضي هو نحن مسؤولين عنه وندفع ثمنه يوميا نحن ندفع أخطاء الماضي يوميا نحن ندفع أخطاء الماضي بالتالي عندما أقول كيف نتغير ننقذ الماضي نحن أبناء الماضي ليس لدينا حاضر إلا الماضي الحاضر بيننا أنا الآن خبراتي وما عرفت على مستوى الشخصي هي خبراتي الشخصية ومن أين أتت من خلال المجتمع الذي أشتكي فبالتالي هاي كلها يعني مرجل الماضي أو أولاد الماضي يعني إحنا أولاد التاريخ أبناء التاريخ إحنا خرجنا كل لحظة نخرج من حضن التاريخ فبالتالي عندما نخرج من حض التاريخ أو شرنقة التاريخ أو شرنقة الماضي يجب أن نتخلص من يعني مثل الفراش عندما تخرج من الشرنقة يجب أن تتخلص من الشرنقة التي كانت فيها فهي خلصت الحاجة ما لت انتهت فهذه الشرنقة تم تأسيسها من خلال ظروف التي واجهها أبائنا وأشدادنا ومختلفة تماما أنا من أذكر أبو أمي مثلا جدي من أمي أو أبو أذكر كان 12 أخ 11 منهم راحوا الحرب مع البرقان أيام الاحتلال الأثماني اللي سموها السلطة الأثمانية هو بقى الولد الوحيد هذا هو اللي يزوج بعد ذلك وخلف والد أمي وبعد ذلك أنا بسبب فبالتالي هؤلاء دفعنا ثمن هذا النموذج وهو انتقل من بغداد وما أعرف من أين إجيه وانهزم لأنه 12 ولد فبقى ولد واحد كانوا يطاردوهم حتى يأخذوهم البرقان دولا طبعا 11 أخ راحوا للبلقان حرب البلقان بين تركيا وروسيا الأثمانيين والروس والقياصرة راحوا بعد ما رجعوا ما نعرف خبرهم انتهوا فبقى هذا الولد الوحيد هرب أبو إلى مناطق بجنوب العراق وبعد ذلك هرب مرة أخرى إلى مناطق وهكذا فما إحنا بقينا لأن إحنا نتاج ظروف مختلفة تماما فالآن إحنا في هذا العصر يجب أن نتخلص من أدران الماضي وضمن الأدران الماضي هي النصوص الماضي لأن هذه النصوص أنتجت وليس فقط حتى لو كان النص هو نفسه الموجود مثلا عندما نجي نقرأ النص القرآ بالقرن الأول الهجري بالثلاثين أو أربعين هجرية لا نقرأه بالآن أو لم يقرأه ابن العصر العباسي بالطريقة التي قرأها عمر ابن خطاب أو أبو بكر وبل لم تكن هناك حاجة لقراءته أصلا إنما كان هناك السلطة وغزو ومشغولين بالسلب والنهب والحكم والشعوب وقهرها هم لم ي يعني من يوم من أول سنة للهجرة كان هم في حالة حرب مستمرة وما زارت الحروب مستمرة حتى يوم نهار فمتى يقرؤون متى يطلعون هم تجارب حياتية واستمروا هناك مجموعة وطبقة من المثقفين بعد ذلك في العصر العباسي خاصة الأول ظهرت طبقة من قبلها روايات إنه هنالك جماعة من المحدثين ظهروا بالعصر الأموي لكن ليست بتلك القوة ظهرت بالأيام الدولة العثمانية العباسية واستمر الأمر السؤال من المسؤول عن هذه الحماسية يعني من الذي عندما تقول له كذا يبدأ بالسبو الشتم وتخوينك وتكفيرك عندما تتحدث عن دين تقول يجب مراجعة الدين يجب مناقشة الأصول وتحليلها وهل إن هذه الأصول الآن عندما نحليها تنسجم مع واقعنا يجب أن نكون شجعان ولدينا جرأة على مواجهة هذه الأمور وبل أيضا أن نقول لكل من يواجهنا أن هذه المناقشة ضرورية جدا وأن الهدف منها هو مراجعة شؤوننا مثل ما تراجع أي أمة أو شركة مثل تراجع عملها أنه أنا شركة عندي أنه سيستم عمل هذا السيستم عمل لا يجوز أن تأتي وتقول هذا السيستم مئة بالمئة لا يأتي الباطل من قدام أو خلاف و بدليل أنه نشوف هناك معاوقات كثيرة أخطاء كثيرة هناك فساد في المؤسسة فلا نقول أن هذا الفساد هو سبب البشر لا هو سبب السيستم أو النظام أو النص القانوني أو الشرعي الذي تعمل به ووفقا له المؤسسة فيسونا دائما هناك أبديت أكو خريق متخصص بالأبديت أين الأبديت أو الأبديت من العرب والمسلم والمتديني لا خلينا هايك وكل واحد يفتح بما أغلقوه وشوه عليه وشوه شروع وشوه صور وتهموه بالكفر بالإلحاد أي شيء يعني مون طلعوا له شيء وخلصونا منه اللي لم تستطيعوا فأقطعوا رزقه وهكذا هذه الطريقة القمعية كانت ناجحة في الزمن القديم لكن الآن نتائجها كارثية ليس على الناس والأفراد فقط وحتى على هاي المؤسسات نفس لأن يأتي يوم والكل يثور على هاي المؤسسات مثل ما حدث في فرنسا خاصة ثورة الثورة الفنسية الفوثمانمية 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 وتسعة وثمانين هاي الثورة كانت تسببها أنه هذا تجمعت الأسباب والآن وانفجرت بعد ذلك أصبح رجال الدين في الدرجة يعني الخلفية يعني دفعوهم إلى الصفوف الخلفية ولم يعد لهم دور يذكر في إدارة شؤون الحياة وبالنتيجة ظهر أنه هذا الكلام أنه هذه التجربة ناجحة أنه رجل الدين لا يصلح لقيادة المجتمع وأن يعني أي شعب كما تضح يولي أمره رجال الدين هذا الشعب يعني لن ينال التوفيق ويجوز أن نقول لن يفلح قوم كما نشرت مؤخرا أقول لن يفلح قوم ولوا شؤونهم أو أمرهم رجل الدين ومن يعترض على هذا الكلام فليقدم لي ما ما ينقض هذا الرأي أو هذه الحكم وأنا مستعد لمراجعة كلامي ما عندي أي مشكلة والآن المفارقة أصدقائي بأن هذه الحجة هي ضعيفة كما أثبتنا بأن العلة في البشر وليس في الدين وبأن من يقول هذا الشيء هو يطعن في الدين دون أن يشعر وأن هذا معناه بأن الدين لم ينزل أم لم يوجد من أجل خدمة البشر أو فائدتهم أو لم يدرس واقع حال البشر قبل أن يفرض شروطه عليهم وهذا معناه أن هذا الدين تم وضعه ليس لأن يخدم البشر بل لأن يجعل البشر يخدمونه وهنا نكتشف العلة الحقيقية أن واجب البشر هو الدفاع عن هذا الدين وأن هناك فكرة على الجميع أن يجتمعون حولها وأن كل ما يجري هو محاولة لأن تجتمع الكلمة على هذا الدين أي أننا نضع المشروع أو فكرة المشروع وعلى الجميع أن يلتزموا بهذا الأمر لكن الذي يحصل أننا وضعنا هذا المشروع أو فكرة مثلا الله نؤمن بإله واحد على سبيل المثال هذا للا تعليمات شريعت واحد اثنين ثلاثة أجل يهود مثلا 633 أو 613 بقرة من شريعتهم تقدرون نشوفها بيها تفاصيل لا أول لها ولا آخر فهذا الله وذاك يهوه وهذا شريعته ونمشي عليها لكن هذا الذي تجرى وضعه لا بد من قوة تفرضه على الجميع مثل ما الآن الدولة يعني تشرع دستورا وتضع من خلال القوانين التي تسري على الجميع فكانت الفكرة هكذا فإذن العلة في الدين هي أنه صمم نفسه لكي يخدمه الجمهور وفي الوقت نفسه هو بعد ذلك يعني الله يزي المحسنين كما قال فالدولة هي التي تمنح الرزق هي التي تصيدر على الأرزاق هي التي تمنح كل شي فهو نظر الدين أو الإسلام أو الشريعة الإسلامية بالحقيقة هي أبارة عن سيستم لحكم الناس ولإدارة شؤونهم لكن المشكلة أن أفق التفكير الإسلامي أو الديني القديم لحد زمن الحداثة كان يعمل بالمقلوب أي أنه لا يدرس الواقع إنما يطالب بالواقع بأن يسري أو يسير على طريقته هذا هو يفسر لماذا عندما يقولك الألة ليست في الدين إنما في البشر معنى من المعاني إن هؤلاء البشر لم يحسنوا تدجين أنفسهم وتحويل أنفسهم إلى عبيد مطيعين بدرجة ممتازة هذا المعنى الخفي الذي لا يجري الحديث عنه أننا نحن مجرد أشخاص وأفراد نحن جزء من قطيع أو الجماعة البشرية وعلى هذه الجماعة أن تضحي بالغالي والنفيس من أجل الجماعة وهذا يسمون الجهاد وهو يمارس الجهاد عندما يقولك أنه الألة في البشر وليس في الدين أي أننا لم نحسن ترويض أنفسنا أي أننا الآن أبار عن أغنام أو أفراس أو أو ماعز هذا الماعز يجب أن يتخلق ويتعلم ويتأدب ويتروض ويتدجن على الطريقة التي وضعها الله طبعا على لسان رجال الدين رجال الدين هم الآلهة بحقيقة هؤلاء هم الذين يقودون الناس وعلى كل ما علينا أن نطيعهم ونسير خلفهم وأن كل خطأ يحدث وليس منهم إنما منا نحن لننا أولاد أو أطفال غير مطيعين معنى معاني نحن نرى أنفسنا غير جديرين أي مؤمن هو يرى نفسه غير جدير بأن يناقش بأن يفكر بأن يمتلك ذاتا لديها رؤيتها لديها قدرتها على الفعل لديها قدرتها على الإبداع على الإبتكار على الاستقلال على ال 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 يعني أو ال ال أو تساعدة شخصية واضحة هو يبتكرها هو يصنحها كما يحصل الآن في العالم الغربي كل فرد في العالم الغربي أو في السيستم الغربي هو يونيك يعني وحدة كاملة ومستقلة صحيحة وارتباطات كثيرة مع الآخر لكنه هو تجده تجد خبراته مختلفة عن الآخرين ولديه تخصصات معينة وأفكار وآراء والشخصية مكتملة لديها ذات حقيقية تستطيع تمييزها عن الزوات الأخرى ترجمة نانسي قنقر